بسم الله الرحمن الرحيم اليوم رح نكمل مع طالبات أكاديمية تلميقات الإسلامية طالبات السابع في مادة الثقافة مالية في آخر درس في هذه المادة تكلمنا الحصة الماضية عن درس أسباب ظهور إدارة الأموال الشخصية اليوم رح نتكلم عن درس السجلات المالية السجلات المالية هي شيء مهم جدا طيب ما هو مفهوم السجلات المالية طيب ما هي شو منستفيد من السجلات المالية ما هي وظيفتها رح نتعرف اليوم على كل شيء يخص جلات المالية هل حصل وأنا اسهمت في العمل مع والدك وحصلت على مصدر دخل خاص بك بالذات يعني البنات يمكن لا الولاد ممكن آه الذكور الشباب الذكور آه أم البنات ممكن إن لا ما اشتغلن ولكن ماذا يقصد بالدخل ماذا يقصد بالمصروف بنات شو رأيكم شو يعني دخل شو يعني مصروف مين دي جاوب دي عائشة لا عادي أحكي حياة تفضلي الدخل هو الأجر أو الربح الذي يحصل عليه الفن الواحد اللقاء عمل يقوم به حلم هذا هو الدخل الدخل إنه هو الأجر أو الربح اللي بقوم فيه الشخص اللي بقوم مقابل عمل ما طيب المصروف برأيك الشخصي يعني مصروف بدون عمل أو لا هو يمكن الإش اللي بنصرفه تماما إن أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى التطور المالي للشركات والانتقال من مرحلة المالية ما إلى أخرى هو تسجيل العمليات المالية بدقة وهذه هي الحال تماما بالنسبة إلى إدارة المال الشخصي فلا بد من تسجيل الدخل والمصروف لضمان مراقبة الوضع المالي للشخص وتحقيق أهدافه واستقراره النفسي يعني إذا بتلاحظوا مثلاً ممكن عندكم في البيت بتعطيكم مثلاً في البيت عندكم مثلاً ممكن والدتكم أو والدكم بتلاحظوا أنه مثلاً بيحسب مثلاً شو الدخل اللي بيكون في بداية الشهر إذا كان مغظف وبالتقادرات مشهري شو الدخل اللي بفوت عليه وشو المصاريف وكيف بدي أقلم حال مثلاً من واحد الشهر إلى نهاية الشهر مثلاً راته بنزل في ثلاثين الشهر أو مثلاً في خمس الشهر اللي بعده بدي يتأقلم كيف تمام؟ هذا هو موضوع يخص الدخل والمصروف للأسرة إذن الدخل زي ما حكيت يا حياة هو الأجر أو الربح الذي يحص عليه الفرد الواحد لقاء عمل يقوم به أو من وظيفة أو إنتاج أو تجارة ويختلف الدخل من فرد إلى آخر حسب نوع الوظيفة أو العمل الذي يقوم به الفرد يعني فيه شخص من خلال عمله كمعلم بأخذ دخل أو مثلاً من خلال عمله كتاجر بأخذ دخل بيكون دخله يومي أما مثلاً المعلم أو الموظف يكون دخله شهري أو ممكن يكون دخله أسبوعي أو أصحاب الشركات يكون دخله سنوي أو كل ست أشهر طيب ما هو المصروف؟ المصروف وهي المبالغ المصروفة أو المنفقة خلال مدة زمنية معينة من أجل الحصول على منفعة طيب إذا مثلاً حسبنا الدخل وحسبنا المصروف ممكن مثلاً يزيد معنى مبلغ من المال يسمى رصيد مظبوط؟ الرصيد وهو الفرد من مجموع الدخل مجموع دخل الفرد ومجموع مصاريف في مدة زمنية محددة طيب كيف أحسب الرصيد؟ اللي هو مجموع الدخل ناقص مجموع المصاريف مظبوط؟ الرصيد اللي مثلاً بدي أحوشه أو الرصيد المتبقي معي مجموع الدخل اللي بفوت علي مرقص منه مجموع المصاريف مجموع المصاريف أوكي؟ إذن الرصيد هو مجموع الدخل ناقص مجموع المصاريف في سؤال تفضلك؟ لا طيب ممتازين 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 إذن تعالشنا على مفهوم الدخل، مفهوم المصروف، مفهوم الرصيد آه بنات في سؤال؟ لا لا إذا سؤال منا تسأل؟ لا لا، ما في سؤال تمام، طيب خلينا نشوف ما تعلمنا يقصد بمراقبة المال وتتبعه ومراقبة الأموال التي بحوستي ومعرفة أوجه وصرفها يعني مثلاً معك مثلاً مصروفك اليوم مثلاً دينار تمام؟ المصروف أو الدخل هو دينار عفواً يعني الدخل دينار المصروف اللي أنت بدك تصغر فيه ولكن لما مثلاً أبوك أو أمك تحكي لك خذها مصروف هاي كلمات أو أخطاء شائعة هذا مش مصروف، هذا دخل بالنسبة للطالب تمام؟ هاي من الأخطاء الشائعة بيحكوا له مصروف لا، هذا لسه مش مصروف لأنه ممكن أنه مثلاً فيه من خلال هذا يدعى دخل ممكن من خلاله مثلاً يصير فيه إدخار ممكن من خلاله مثلاً يصير منه صرف شيء وتحويش مبلغ آخر ممكن في النهاية يصف عنا فيه إشي اسمه رصيد اللي هو مجموعة الدخل ناقص مجموعة المصاريف مصبوط؟ وهذا هو مراقبة المال والتحكي طيب، الدخل حكينا تعريفه شوه يا سلام؟ سلام معنا؟ أوستاذ ما هو الدخل؟ الدخل؟ الدخل هو الأجر أو الربح الذي يحصل عليه الفرد الواحد لقاء وظيفته أو عمله أو إنتاجه أو تجارته ويختلف الدخل من فرد إلى آخر حسب نوع الوظيفة أو العمل ممتازة، طيب، أنه تعرف على المصروف يا عائشة هي مبالغ المنفقة أو المصروفة خلال الفترة زمنية معينة من أجل الحصول على منفع إذاً هي المبالغ المنفقة أو المصروفة خلال الفترة زمنية معينة للحصول على منفع طيب، الرصيد، الرصيد يا حيات الرصيد، الفرق بين مجموع دخل الفرد ومجموع المصاريفة بمدة زمنية محددة، وإني نحصل عليه الرصيد، مجموع الدخل ناقص مجموع المصاريفة مجموع الدخل ناقص مجموع المصاريف مجموع الدخل ناقص مجموع إيش؟ المصاريف في سؤال لحد هون؟ في سؤال بنات لحد هون؟ لا لا إذاً أسئلت الدرس عليكم واجب بنات أسئلت الدرس عليكم واجب هيك من تكون أن هينا مادة للثقافة المالية بحمد الله اللي عندها سؤال تسأل، وإن شاء الله أنا الحصة القادمة سأعمل حصة مراجعة تمام بنات؟ تمام الحصة القادمة إن شاء الله رحمها الحصة مراجعة ويعطيكم العافية، يعطيكم العافية